في حلقة اليوم سأتحدث مع حضرتكم عن سكر الحمل ما هي الأسباب وما هي عوامل خطر الإصابة بسكر الحمل يعد سكر الحمل أحد أنواع مرض السكر ويتم تشخيصه لأول مرة أثناء الحمل عند النساء التي لم يصبن بمرض السكر قبل الحمل ومن الجدير بالذكر أن الحامل قد تعاني من سكر الحمل عدة مرات خلال الأحمال المتعددة والمتلاحقة ويتمثل سكر الحمل بارتفاع مستويات سكر الجلوكوس في مجرع الدم بحيث تتجاوز المعدل الطبيعي ومن الجدير بالذكر أن سكر الحمل يتطور عادة خلال الثلث الثاني من الحمل ولفهم أسباب سكر الحمل يقدر بيان آلية تنظيم مستوى السكر في الدم وحول ذلك يشار إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدورات حيث يتم تحويلها في الجهاز الهضمي إلى سكر الجلوكوس الذي يتم انتصاصه إلى مجرع الدم ومن الجدير بالذكر أن تنظيم مستوى السكر في الدم يتم من خلال هيرمون الإنسولين الذي ينتجه البنكرياس إذ يعمل هذا الهيرمون على نقل السكر إلى جميع خلايا الجسم لتستخدمه كمصدر للطاقة مما يساهم في خفض مستويات السكر في الدم وفي حال عدم وجود كميات كافية من الأنسولين فإن ذلك يحول دون نقل الجلوكوس الزائد إلى الخلايا واستخدامه كمصدر للطاقة وبالتالي ارتفاع مستويات الجلوكوس في الدم وعلى الرغم من أن سبب سكر الحمل ليس معروفا على وجه التحديد إلا أن هناك بعض النظريات التي تحاول تفسير حدوث سكر الحمل ومن بين هذه النظريات تلك المتعلقة بالهيرمونات ذات التأثير المضاد للأنسولين والتي تنتجها المشيمة لدعم نمو الجنين ومن هذه الهيرمونات هيرمون الاستروجين وهيرمون الكورتزول ومحفز الألبان البشري المشيمي وتكمن المشكلة في أن هذه الهيرمونات يمكن أن تغيق عمل هيرمون الإنسولين في جسم الأم فيما يعرف بمقاومة الأنسولين ويبدأ عادة تأثير هذه الهيرمونات بعد حوالي 20 إلى 24 أسبوعا من الحمل وفي محاولة من الجسم للتغلب على هذا الأمر فإنه يزيد من إفراز البنكرياس للأنسولين إلى نحو قد يصل إلى ثلاثة أضعاف الكمية الطبيعية بهدف الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم ويحدث سكر الحمل عندما لا يكون إنتاج الأنسولين كافيا للتغلب على تأثير هيرمونات المشيمة المضادة للأنسولين وفي السياق الحديث عن الهيرمونات ذات التأثير المضادة للأنسولين يشعر إلى أن الهيرمون المحفز للألبان البشري المشيمي يمثل هيرمونا يشبه في تأثيره هيرمون النمو ويعمل هذا الهيرمون على تنظيم عملية التمثيل الإجدائي عند الأم وخاصة عمليات معالجة الكربوهيدرات والدهون ويسبب هذا الهيرمون تقليل حساسية خلايا الجسم للأنسولين مما يسبب ارتفاعا في مستويات سكر الجلوكوس في الدم عند الأم ومن الهيرمونات الأخرى هيرمون النمو المشيمي وهو أحد الهيرمونات التي تنتجها المشيمة بعد خمسة عشر أسبوعا من الحمل ويساهم أيضا في ارتفاع مستويات الجلوكوس في دم الأم ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع مستوى السكر في دم الأم يمكن من حصول الطفل على العناصر الغذائية التي يحتاجها بما في ذلك حاجته من الجلوكوس الإضافي في الدم ومع نمو المشيمة وزيادة انتاجها من الهيرمونات فإنها تزيد من احتمالية تطور ما يعرف بمخاومة الأنسولين تتمثل هذه الحالة بعدم قدرة خلايا الجسم على الاستجابة بشكل جيد للأنسولين مما يفقدها القدرة على الاستفادة من استخدام الجلوكوس في الدم للحصول على الطاقة ونظرا لارتفاع مستوى السكر في الدم يزداد انتاج هيرمون الأنسولين من البنكرياس ويقدر بالذكر أن جميع حالات الحمل لديها درجة من مقاومة الأنسولين ذلك من أجل إتاحة المواد الغذائية الموجودة في مجرى الدم عند الأم للجنين المتنامي للاستفادة منها ومن العوامل الأخرى التي تساهم في ارتفاع متطلبات الأنسولين أثناء الحمل هو إنتاج إنزيم الأنسوليناز من قبل المشيمة ومما تقدر الإشارة إليه أن مستويات هذه الهيرمونات التي تحدثنا عنها سابقا تنخفض بسرعة بعد الولادة لتعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحمل وينتج البنكرياس كميات كافية من الإنسولين مما يؤدي إلى إنخفاض مستوى السكر وعودته إلى مستوياته الطبيعية وتعد بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل أكثر من غيرهن من النساء إلا أن بعض النساء المصابات بسكر الحمل ليس لديهن عوامل خطر معروفة ومن بين العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسكر الحمل ما يلي أولاً، رجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني ثانياً، زيادة السمنة أو الوزن ثالثاً، زيادة الوزن أو السمنة ثالثاً، الإصابة بسكر الحمل في الأحمال السابقة رابعاً، إنجاب طفل يزيد وزنه عند الولادة عن 4.5 كيلو جرام في السابق خامساً، تطور مضاعفات في الحمل السابق سالساً، الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايد سابعاً، استخدام أنواع معينة من الأدوية مثل الهرمونات القشرية السكرية المستخدمة لعلاج الرابو أو أمراض المناع الذاتية أو حاصرات مستقبلات البيتاء المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضربات القلب أو الأدوية المضادة للزهان المستخدمة لعلاج الأمراض النفسية سابعاً، المعاناة من الاستسقاء السلوي وهي حالة طبية تتميز بوجود سوائل إضافية حول الجنين ثامناً، زيادة حجم الجنين بحيث يظهر أكبر من الطبيعي أثناء تصوير الجنين تاسعاً، النساء التي تزيد أعمارهن عن 25 عاماً أثناء الحمل عاشراً، النساء الأمريكيات الأصل أو النساء الأمريكيات من أصل إسباني أو إفريقي أو النساء من جنوب شرق أسيا أو جزر المحيط الهادي إحدى عشر، إن جاب طفل فيه السابق لليه عيب خلقي إثنى عشر، وجود حالات من الإجهاض غير المبرر أو ولادة جنين ميت ثلاثة عشر، زيادة الوزن بشكل كبير أثناء الحمل أربعة عشر، ارتفاع ضغط الدم خمسة عشر، الحمل المتعدد أي الحمل بتوأم أو أكثر ستة عشر، التدخين سبعة عشر، وجود فترة قصيرة تفصل بين الأحمال المتتابعة ثمانية عشر، الإصابة بمقدمات السكر أو مرحلة ما قبل السكر قبل الحمل وهي حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم فوق المستويات الطبيعية إلا أنها لم تصل للمستويات التي تمكن من تشقيص المرأة بمرض السكر تسعة عشر، التزام الراحة التامة في السرير وعدم ممارسة الرياضة وتدني النشاط البدني